السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفيديو ده هنتعلم مع بعض طريقة نقل PUBG من الهاتف الى كمبيوتر او المحاكي جيملوب او ممكن تستخدم اي برنامج محاكي هي الفكرة كلها واحدة زي ما انت شايف كده ده برنامج المحاكي تقدر تستخدم البرنامج زي ما انت شايف ده الماوز بتاع الكمبيوتر وده التليفون بتاعنا اللي عليه الحساب PUBG طيب عايزين الحساب اللي موجود على التليفون على جهاز الكمبيوتر من غير بقى ما يحتاج انك نسجل على الفيسبوك ولا تسجل على الواتساب او الفيسبوك او جوجل او بتسجل على تويتر مش محتاج انك تسجل كل ده خالص فالموضوع ابسط من كده بكتير ولا حتى محتاج انك تربط حسابك برقم التليفون او تربط حسابك ببريد الكتروني كل اللي عليك بس بتضغط عندك على التلات نقطة او النقطة اللي موجودة في الجنب دي اللي هي نقطة الاعدادات ومن هنا بتروح عندك على حاجة اسمها هنا الاعدادات هنا بتروح على حاجة هنا بقولك امسح للحصول على اذن زي ما انت شايف كده امسح للحصول على اذن اللي هي علامة الQR اضغط عليها ضغط كده وبعد كده بقولك انذار بمخاطر منح الازم برمز QR خلي بالك الQR ده انت بس لتستخدمه ما فيش حد يستخدمه غيرك كل عليك بس بتضغط عندك على فيلمة موافق بعد كده بيفتح معاك الكاميرا هنا هنا بقى هنروح عندنا على برنامج المحاكي هتضغط بس عندك على كلمة تسجيل دخول مصرح به علامة الQR اللي انت شايفها قدامك دي هتضغط عليها ضغطة كده وبكل بساطة هتروح عندك على الQR بعد ما يجي يعمل لودنج امسح بس كود الQR زي ما انت شايف كده وعلى طول بتستنى شوية على طبق هنا قيد المسح وبتستنى لحد ما يجي يعمل تسجيل خروج من على الحساب قل له هنا اغلاق يبقى عمل تسجيل خروج من هنا وعلى طول وبشكل تلقائي هيعمل تسجيل دخول على برنامج المحاكي يبقى في فيديو ده اتعلمنا فيه طريقة نقل بابجي من الهاتف على برنامج المحاكي جيملوب او طريقة نقل بابجي حساب بابجي من الهاتف للكمبيوتر زي ما انت شايف كده قدر الحساب فتح معايا عادي جدا بدون اي مشاكل طيب برضو انا محتاج اعمل نفس الطريقة على الحساب التاني ان انا انقل لعبة بابجي من المحاكي للتليفون وبعد كده برضو اللي هو الحالي زي ما انت شايف زي ما ظاهر هنا بس مش هينفع بقى لان الكمبيوتر مفيش فيه اللي هو خاصية الكاميرا علشان يمسح كود الQR اللي هو يظهر لك هنا يبقى احنا كده عرفنا الطريقة السهلة والبسيطة حتى كمان لما تيجي تربط رقم التليفون بتاعك او ببريد الكتروني انت مش محتاج كل الكلام ده خالص كل عليك بس هتقرب الQR هتمسح الQR على الجهاز بتاعك وعلى طول بين الحساب ببجي من التليفون للبرنامج المحاكي كده انا شرح انتهى اتمنى يكون الشرح عجبك ياريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب ولو احتاجت اي حاجة تقدر تتواصل معايا في الفيديو او في التعليقات اشوفكم في حلقة جديدة دمتم بخير مع السلامة اشتركوا في القناة